يلا حيهم وصلتنا هذا اليوم كوبة مشوية على السيخ بأبسط وألف طريقة تابعوا الفيديو للأخير لتحضير الكوبة نحتاج إلى كوبة برغل ناعم وكوبة نصف مي حار بعد نحركه ونغطيه ونتركه لمدة نصف ساعة بعد نصف ساعة هذا هو شكله هسه نضعه في طاسة كبيرة هسه نحط عليها كيلو ونصف لحم مثروم ناعم هنا عندنا بسطة كبيرة مثرومة ناعم وهو خنة من الماي ونحتاج إلى ملعقة كبيرة برابيكا ملح كيفكم شقا ما تدون تحطون ونحتاج إلى ملعقة صغيرة بهار أبيض وطبعا كمية الزيت يعتمد على كمية اللحم تستخدمو إذا اللحم بشحم حطوا ملعقة الكبار زيت وإذا ما كان بشحم حطوا نصف كوب زيت وهنا حطينا وياها كوب كامل جوز مطحون أصبحت قوام العجينة هالشكل هسه نضعه في الثلاجة لمدة ربع ساعة هنا عندنا خضروات للشاوي طماطة ففل الألوان وبصل نضع عليه شوي زيت وما نضع ملح نخليه بالأخير حتى ما يذب مية بعد ربع ساعة هسه راح نخليها على الشيش أو السيخ بهذه الطريقة ضخلوا على الفريق طبعه هي لذا كون حار مسبقا والحارة لذا كون من فوق ومن تحت وتركوا إلى أن تستوي هالنتيجة بعد ما استوت كمية زادت نخليها بالفريز إذا تحبون نكهة الشوي خلوا بطاسة أو قصدير فحمة مشتعلة وخلوا فقها زيت ورأسها غطوا الماعون وتركوا لمدة 3 دقائق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة